أنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ زاكي السعدني رئيس تحرير موقع التعليم اليوم أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ زاكي أهلا بك يا أستاذ فاتن وكل عام حضرتك صحيح وحضرتك بخير هو إيه بقى اللي هيترتب النهاردة بعد القرار على تعديل نتيجة السنوية العامة إيه اللي هيحصل أنا أولا بحييك على المقدمة بتاع حضرتك مرسي وبحيي الدولة على شبعيتها في إعلان الحقيقة وليس وزير التربية والتعليم وزير التعليم التربية والتعليم ممثل للدولة وبينفذ سياسات الدولة فهي شجاعة الدولة لأول مرة تعلن الحقيقة للناس حياءة وده مهم جدا يا أستاذ زاكي يمكن أنا قلتها أنا قلت كان ممكن الموضوع يعني خلاص يعدي والنتيجة طلعت والناس عرفت ودخلنا في زباق التنسيق فما يبقاش له لزوم إن احنا نعلن ونقول إن فيه درقتين فهي شجاعة فعلا أنا بقول لحضرتك من أحيات حضرتك على المقدمة بما فيها اللي حضرتك قلت فهي سابقة الأولى من نوعها في تاريخ التنوى العامة لم تحدث من قبل صحيح هذه المهزلة أنا بيوصفها بأنها مهزلة لما شابها من مشاكل في أثناء الامتحانات وعدم اختيار دقيق للقائمين على أعمال الامتحانات ومنها لجان مراجعة نمازج الإجابة ولجان مراجعة الأسئلة وكان ينبغي أن يكون هناك تطقيق في مراجعة نمازج الإجابة قبل بدء أعمال التصحيح ولا يتم إجراء أعمال التصحيح إلا بعد التأكد من صحة نمازج الإجابة اللي يتم بناء عليها أعمال التصحيح ولكن ما حدث فهو كان مشاكل من البداية في مادة الفيزياء بالذات عندما بدأ الطلاب بعد الامتحان في المادة شكى الطلاب من صعوبة الأسئلة وتم تشكيل لجنة لبحث شكاوى الطلاب وتم التأكد من جدوى شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة في بعض الجزيات وتم إصدار قرارات بمنح الطلاب الدراجات التعوضية للأسئلة اللي هي صعبة هو إعادة توزاها على ذاك الدراجات يعني البداية ما كانتش كويسة وتم حالة برضو اللجنة اللي راجعت الأسئلة وهذه القرارات تم اتخاذها في وقتها يعني في حينها كويس أما بالنسبة للجزء الثاني اللي هو خاص بمنح الطلاب دراجتين في مادة الفيزياء ودي يعني أنا مندهش لما حدث في الموضوع لأن الموضوع ده كان ينبغي أن يحدث قبل نتيجة السنوية العامة وليس بعد نتيجة السنوية العامة ما عليش يا أستاذ زكي خليني واحدة واحدة محرك عشان أنا شخصيا كمان عايز أفهم إحنا الوزارة بعد الامتحان زي ما حضرتك قلت قالت إن كان في أسئلة صعبة وهيتم منح الدرجة لها للطلاب صح؟ وبالفعل حصل الطلاب على الدرجة اللي هم يستحقون حلو الدراجتين دول إيه؟ الدراجتين دول نتيجة خطأ اكتشاف خطأ في نموذج الإجابة الخاص بالسؤال رقم 34 وظهر إن الإجابة الخطأ اللي أجاب عليها الطلاب اللي أجابة اللي هي في النموذج إجابة خطأ اللي هي جيم والإجابة الصح هي به من السؤال الاختيار يعني بتاع به هو الصح أما جيم فهو خطأ طب ثانية واحدة الطلاب الطلاب اللي هم جاوبوا به دول هياخدوا الدراجتين استفاد لتنين يا أستاذة يعني اللي جاوب واللي مباقش كويس أصلا كنت فاهمة إن اللي جاوب جيم غلط يبقى كده هيقل لدراجتين ده إحنا كده دخلنا فنتها تاني لا مشقل لدراجتين هياخد الدراجتين وده حق مكتفب لأن النتيجة وعلنت وتحصنت خلاص فأصبح حق مكتفب لي بعد أعجبها إن النتيجة إنه يحصل على الدراجتين وده برضو عيب من عيوب النتيجة نفسها أستاذ زاكي أنا كده فهمت من كلام حضرتك إن النموذج أساسا بتاع الإجابة اللي تم تصحيح عليه كان خطأ خطأ فيه إجابة خطأ اللي هي جيم كان المفروض النموذج الصح اللي هو به يكون بينص على إن الإجابة الصحيحة به هو نص على إن الإجابة الصحيحة جيم وهي إجابة الخاطئة للطلاق وبالتالي اللي جاوب على جيم أخذ الدراج اللي جاوب على الإجابة الخاطئة أخذ دراجتين واللي جاوب على به كان محسوب له خطأ فبالتالي تم التعديل وأصبح اللي جاوب على به بيه بياخد دراجتين بتوعه واللي جاوب على الجين برضو بياخد الضرقتين يعني احتسبت الضرقة لبيه وجين الضرقتين لبيه وجين وده غلل في النتيجة نفسها يعني كان المفروض ان ده يحدث قبل اعلان النتيجة ويطم تصويب الخطأ قبل اعلان النتيجة وليس بعد اعلان النتيجة وزير الترباية والتعليم قال اه بس وزير الترباية والتعليم قال احنا مؤخرين لما كنا حتى وحدتك كنت معنا على الهوى بنقول هي النتيجة متأخرة ليه أو على غير العادة كان دايما بيتقلنا علشان نضمن أن النتائج تبقى صحيحة ودقيقة مع حضرتك يا أستاذة فاتف وكان يجب على الوزير أن يعلن هذا القرار الشجاع قبل اعتماد النتيجة طالما هناك تصويب الخطأ في النتيجة وليس بعد إعلان النتيجة وأنا أعلم أن تصويب الخطأ تم قبل إعلان النتيجة فلماذا تأخر إعلانه لا سأنا أستاذ ذاكي كلام دا على عوحدة حضرتك أننا اكتشفنا الخطأ ده قبل إعلان النتيجة بالفعل تم تصويب الخطأ قبل إعلانه وكان يجب أن يعلنها الوزير مع إعلان النتيجة وده كانت شجاعة حساب له أيضا صح ولكن الخطأ تم بعد إعلان النتيجة وهذا يحدث خلل في نتيجة السنوية العامة ويجعلها مشوبة بالخطأ طب السؤال بقى للوقت الناس في البيوت يا أستاذ ذاكي إحنا خلاص عرفنا أن فيه خطأ والوزارة قالت هنحقق وهيحصل وهنعاقب العمل كده خلينا بقى الناس دلوقتي هتعمل إيه؟ هنعتمد أني نتيجة الواحد دلوقتي الولاد هيقدمه النهاردة تقديم التنسيق في السنوية العامة أنا أقول لحضرت أنا أقول لحضرت صدر ما يحدث في التنسيق الآن ليس له علاقة بتعديل الضرقات بما يعني أن التنسيق حاليا المرحلة بجاية المرحلة الأولى بتبدأ قبول طلاب وليس توزيع طلاب وهناك فرق كبير كده بين قبول الطلاب وتوزيع الطلاب توزيع الطلاب بيتم بعد الانتهاء من قبولهم وفقا للدرجات اللي هي مسجلة في مركز الحاسد الآلي وترتيب الرغبات والأعداد المقرر قبولها في كل كله بما يعني أن الطالب حاليا لا يحتاج الشهادة أو استمرت النجاح في شيء إنما يحتاج الرقم السري الخاص بدخوله على موقع التنسيق لا أنا سؤالي تحديدا يا أستاذ زاكي دلوقتي الولاد اللي زادوا درقتين وهم كانوا أقل من الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى دلوقتي اللي اترفع درقتين دول يحسب بقى درجاته مع نفسه ويزودهم ويروح يقدم في المرحلة الأولى لا أستاذا ده كل بيانات متسجل في مكتب التنسيق بناء على تنسيق بين الوزارتين وكان هذا يجب أن يتم قبل التنسيق برضو يعني دي برضو خطأ إن كان يجب التنسيق بين الوزارتين من أجل تصحيح هذا الخطأ قبل ما يفتح مواقع التنسيق مساء يمس وده اللي أحدث الارتباك والإدعاج عند أولياء الأمور والطلاب كان يجب أن يتم التنسيق قبل فتح موقع التنسيق ولكن هي المسئولية لا فقط على وزارة التعليم العالي إنما وزارة التعليم العالي مسؤولة عن توزيع الطلاب وليس عن ضردات الطلاب اللي مسؤول عن ضردات الطلاب هي وزارة التربية والتعليم فكان يجب أن يتم التنسيق مع وزارة التربيهة يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ويتم إبلغها بالنتيجة المعدلة قبل فتح مواقع التنسيق وبالتالي تلاف الخطأ والإزعاد اللي حصل والشوشرة والقلق اللي عايش فيها وليها الأمور منذ تهين السنة والعام أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ زكي أستعداني شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم الحقيقة هي زي ما أنا قلت